في حين أنها كانت 1740 مليون دينار تيلة نفس الفترة من السنة السابقة هذه آخر الأرقام فما زيادة بنسبة 20.6% هذه مذكرة الأحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزية التونسي التي قدمت الأرقام هذه المذكرة بيينت أن نفقات السفر لغرض السياحة قد ارتفعت خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بقيمة 15.9% وتخصص جول نفقات السفر للعمرة والحج وسط تأثير تراجع الإنفاق بشكل عام بسبب الغلاي وتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية على منح السفر المقدرة ب6 ألف دينار للمواطن كل سنة وتماشيا مع موجة التضخم التي تضرب أغلب بلدين العالم نحكي على أرقام أو نفقات سفر تونسي التي زيدت مقارنة بالسنة للفترة وأكثر من نصفها لغرض السياحة تونسي يحاولون منظر أنهم يلقوا فلوس بشي يحاوسوا بشي يكتشفوا بلاد جديدة بشي يمشيوا للحج بشي يمشيوا للعمرة يعني رغم ضغوطات الحياة ورغم كل شي إلا أنه يحاول التونسي بقدر الإمكان أنه يروح عن نفسه علش الكلام ذي لأنه تعرف السفر والرجال الأعمال السفر للمسؤولين السفر للمواطن اللي عنده خدمة ولكن بالنسبة السياحة هي النسبة الأعلى دونك التونس يسيفروا بدرجة أولى للسياحة بطبيعة التونسي يحب يعيش تونسي بطبيعة عيش تشوف إذا لقيت بلاد على البحر شوات ممتدة على طول التراب التونسي يعني هذا دليل 1500 كم حاجة كمنا هكا هذا دليل أن تونس منفتحة والمفتاح هذا اللي خليها تتطلع ستن كونتوار ساعة تجار مركانتية دي مركانتيليست دونك يطلعوا للبحر يطلعوا للسياحة يطلعوا للسفرات مسافرين التونسي دونك تقول مسافرين مع تنسي برا هو أما يحبوا ياسر تونس التونسي ما عندهمش التقاليد كما اللي لباني على أربع ملايين ونص في لبنان والكاتر ما نتها اللي مكن مش الربع أكثر من نصف الشعب اللبناني في الخارج في تونس لا التونسي يمشي ويرجعوا يمشي ويرجعوا دونك يسون أتشاء للتونسي أما يحبوا بار كونتر يحبوا السياحة يحبوا يخرجوا يحبوا يعرفوا البلدان الأخرى يحبوا يطلعوا على البلدان الأخرى لكن هنا في مسالة السياحة أنت قلت جزء كبير إذا كمش ناخذ البراماتر متاع الأموال عمره وحج الحج يقول لي عشرين مليون للحاج وصلت لعشرين مليون تقريبا يعني استثمار كبير منتها عشرين مليون كيف حجاج يجيبوا كرهبا منتها منعرش أما تعرفون بالرو عشرين مليون تقريبا هي نسبة كبيرة من الحجاج من كبار السندونك يقضوا حيتهم الكلي لما فيها الفلوسة هذا جانب لكن الجانب الأخر ما ننساوش تزيدها قيمة الدينار وهبوط قيمة الدينار انتي كيف تاخذ المنحة متاع السياحة ستة مليون عملها كونفرسيون باليورو كيف تسافر منتقة اليورو يجيب لك يجيب لك حتى شي يجيب لك حتى شي دونك هذا المشكل مشكل قيمة الدينار انحيدار قيمة الدينار السفر التونسي عنده الوجهة التقليدية متاعه ياما الوجهة بالدولار حتى الدولار فواتروار يعني ديما ستة مليون تقسم على ثلاث باش تعرف القيمة الحقيقية متاع الاستمنال متاعك هو لو نحكيو على المواطن العادي منظر مش نحكي على رجال الأعمال واثرياء تونس اغلبيتهم كيحبوا يسافروا لسيا حيمشوا لتركيا اولا واثرياء تونس سابقا لسا اثرياء تونس سابقا سابقا بضع بضع مي سينو المواطنين العاديين يعني الوجهتهم الأولى هي تركيا لأنه من غير فيزا كيف ما قلت لك ولأنه ينجموا يشريوا منها برشة حاجات غادي يسل أو يروحوا وفوما نيستخدم زي ده تجيب دباش من تركيا باش تبيعوا فوجهتهم الأولى تركيا تاجر شمتا مع الليرة طائحة فوجهتهم الأولى سينو ووقت عوضة سوريا هي حتى لي حتى لي الليرة وقيمة الليرة عمالية مدروسة لأنه علاش لأنه قادة تربح قادة تربح تركيا مالسياحة متاحة قادة تربح وليك الروا فما ضغط جبائي كبير في تركيا توا منظر والليرة طائحة برشة ونسبة الفاوئ الفايدة زادت يعني فما إشكال اقتصاد تركيا حد ذلك البراماتر متاع البانك سنترال ترك وكما تو ديركتور وديما كالعادة تامام وتحاول باش تضغط على كونسومسيون باش بورليميتي أما هذا ما يمنعش أنه عملية تعويم العملة راهي إجراء من الإجراءات للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية خاصة دونك بالنسبة لتركيا فما شوى تعمل وقوة تركيا حبينا ولكرهنا لا تزال تركيا قوة اقتصادية بالنسبة لتواسع بالنسبة لك منظر خيار صائب أنه تركيا ناحات الفيزا لبرشا بولدين على لأسها تونس خير صاحب نفس الكليم هذية فما نهار أنت قلت عليش فما ناس أحنا نمشي ولهم بالفيزا وهما يجيون من غير فيزا هك قلت بالنسبة لتركيا باش يقبلوا عليها السياح ناجم نقول لك من وجهة النظر حتى تونس بيهيت ناحية الفيزا البرشا جنسية باش يقبلوا علينا السياح وين فما امورتونيتي باش يتصير لك زيارات انماس أنا من عطيش بالأقزم لليسويس ناحيلوا الفيزا سوق سويسيري شفاه شاي ما فاه بالنسبة لليس فرنسي أنه في فرنسا تولي اعتبار سياسي أنه في فرنسا وقت الليينتي تخرجلي قانون تهجرة على تلك الشاكل المفروض تولي مبدأ المعاملة بالمثل والقرارات روا فيها القرارات من هذا الصنف هي قرارات ديناميكية النجم نقرر اليوم جانستور الفيزا غضوة يعني العملية ما هيش رهي جامدة أنا وين فما أمار شي كي برومي والنجم نستفيد منه النجم نحي الفيزا يعني إذا كان عندي أنا سوق بالفعل قادرة أن تخلق الفارق ماليا ندعمها ونشجحها ونحي الفيزا أما إذا سوق اللي هي محدودة واللي بالفعل ما هيش قادة أنا علش لتوريزم دماث متاع الأوروبيين مش قادة يدخل في برشة فلوس راه مش يدخل في برشة فلوس نحنا يعني علش أنا في التوريزم فما مشكلة وقلناها ونعودها مرة أخرى راهوا في التوريزم مجيش تقول لي والله دخلنا أنا راش قداش مليار أعطيني قداش صرفت عليه قداش صرفت أنا القطاع قداش صرفت على التوريس اللي دخلوا قداش استهلكوا هنا نعم البالانس قداش ني الإخوة الليبيين والجزائريين هما اللي عززوا الموسم السيح مش بش نقول أنقذوا لأنه حققنا حمدول الأرقام بها ولكن في المرتبة الأولى الجزائريين من ثم في المرتبة الثانية الليبيين يعني مثلا الليبيين 2.1 مليون لبي زاروا تونس خلال سنة 2023 نحن المرشي الليبيين والمرشي الجيغيين دو فندامانتو لكن مقناش راه ونحن مستغنين على سواق الأخرى لكن فقط نكونوا أكثر واقعية أنا كيف نحسب البالانس كونتاب المتاعي التابلوم تاعي فما نفقات وفما مقابيف أنا قداش صرفت على التوريس اللي دخلوا وصرفت زادا دي برودي امبورتي فمتنية وقت هالنجم نحسب شربحت أنو حتى لطوة برشا حاجات قاعدين تعطاو معاهم بطريقة أنا نقولش طريقة فيها برشا إيديولوجيا ديما نقدم رقم السياح على أساس أنو ربح صافي مو صحيح مووش ربح صافي نحي منو لديبانس باش خرج بالضبط البنيفيس دو سكتور نفس الشاي كي ما بلسمى الاستثمار الأجنبي المباش لزيديو نجمش تربح من غير ما تنفق موضر دوالة كي تخرج لي أنت منتها بنيفيس زيغو وتقول لي أنا دخلت لا تبو مترمبي كي ما نحسب ونحن مثلا الوفشور ونفس الصاديرات هذا كسي كوى ما هذا كسيد هذيك الانتغلوبات هذيك التحيل نتحيل أنا نحسب حتى الاسوسيتي الوفشور البردوية متاحهم في بطولة يخرج للخارج نعتبروا أنه هو إكسبرتش متاعي ومشو متاعي واضح شكرا لك من ذرك هذا لشيفر